بيلتقي النهاردة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منافسه سموحة الساعة 7.30 مساء في الجولة التسعة من بطولة الدوري وبيدير اللقاء المقرر إقامته على أستاذ القاهرة الدولي تحكيماً الكابتن محمد الحنفي الزمالك طبعاً صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة بيدخل اللقاء بعد خسرته في الجولة اللي فاتت أمام طلاقع الجيش وهي الهزيمة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون وهيسعى الفريق الأبيض لتحقيق فوز يصالح بجمهوره طبعاً الغاضب ويحافظ على فرصه في الاستمرار بالمنافسة على بطولة الدوري في المقابل بيدخل سموحة صاحب المركز الخامس بنفس رصيد النقاط بقيادة الكابتن حسام حسن المباراة آملاً في استغلال الحالة الفنية اللي بيمر بيها الزمالك وتحقيق فوز يساعدوا على الارتقاء للمربع الزهبي بالبطولة اشتركوا في القناة